يبدو أن مسار سلامة السياسية الذي اختصر على من حضر من المستقلين أثار حفيظة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا حتى تتوجه بمواقفها حول الحدث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأعضاء بمجلس الأمن رئيس هيئة الدستور الجيلان الرحومة طالب في رسالته المعنيين بضمان حق الليبيين في اختيار دستورهم بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا احتراما لمثاق الأمم المتحدة القائمة على حق الشعوب في تقرير مصيرها فرحومة وفق مضامين الخطاب يخشى أن لا أحد في حوارات جينيف قادر على الدفع بمضامين مسودة الدستور التي وضعت منذ زمن ولم تدخل حيز المصادقة والتنفيذ لعدم التصويت ضو المنصور عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لم يكتفي بنقد مسار سلامة السياسي ومن اختارهم لحضوره بل اعتبر أن مساعيه بالخصوص تسعى لإجهاد مشروع الدستور قائلا في تصريح للأحرار إن سلامة يحاول إنتاج دستور جديد لليبيا عبر طرحه لمشروع الدستور ضمن ما يجري وستجري مناقشته بجينيف متجاهلا بذلك الدستور الذي أنتجته هيئة منتخبة من الشعب الليبي وفق تعبيره طويلة حوار جينيف والتي يوجد في أجندتها وفق تصريحات سابقة لسلامة مصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحدد موعد الانتخابات يرى مراقبون أنها تحتاج إلى تثبيت دائم لوقف إطلاق النار واستقرار أمني وعمل سياسي طويل لترى النور ويتسألون بخصوصها لماذا ضمنت في هذا التوقيت وبهذا الشكل ولماذا تناقش من خلال حضور ذي طبيعة مستقلة ولا وجود لأطراف فاعلة قادرة على النظر فيها فهل لسلام وجهة نظر في ذلك ستكشف عنها الجولات القادمة من مسارته الثلاثة؟